مرحبا معكم انا محمد من قناة التكنولوجيا اليوم راح نحكي عن استخراج كلمات المرور كلمات سر الواي فاي او الشبكة اللاسلكية المخزنة بالكمبيوتر بدون برنامج بدون اي برنامج اضافي يعني انا بستخرجنا هدو من اي ويندوز بيشتغل بطريقة على هاي كل الويندوزات راح استخدمها انا هاي باستخدام برنامج مفكرة شلون دي بلش بطغط باليمين اي مكان فاضي على سطح المكتب بعمل جديد مستند نص TXT فايل بالنسبة للي عنده انجليزي بفتحه بطغط كونترول زر كونترول زر شفت اليساريات صار كتابة عندي اليسار تمام هلا اول شي بعطيت عليمي اللي هي MD خليني نكبر لكم الخط شوي لاتشوفوه خليني استخدم الشرين تمام شان الكماند يكون كله واضحا دي MD يعني انشاء مجلد فراغ C نقطين سلاج S40N الكماند اللي بعده هو NET WLAN export profile folder يساوي c.2.s4.tn بعدين هتفراغ بعدين بعطي key تساوي clear يعني انا بدي كلمات سير تطلع ممشفرة تمام هيا هلا الكماند هدا هو الكماند بشكل كامل شلو هم بدي يشتغل عليه هلا ببنى هوم الف حفظ باسم بختار الحفظ مثلا على سطح المكتب وهون عواضنا يكون txt راح بدلو اعطي all files اختر له مثلا s4tn dot path لاحقة البعث هي لاحقة ملفات دوس تنفيذية بعمل هلا حفظ و هلا بسكرها هذا هو الملف بكل بساطة راح اكبس هلا باليمين اعمل تشغيل كمسؤول طلعت معي الرسالة اعطيته نعم هلا بروح السواقة c براي مجلد اسمه s4tn طبعا انت لما يكون عندك كزا شبكة موجودة على الجهاز انا عندي الشبكة حاليا اسمه fritzbox 7412 لما تكون انت عندك كزا شبكة محفوظة و لاخذ الجهاز من زمان عم تستخدمه اكيد راح يكون عليها على الأقل تلات 4 شبكات راح تلاقيهم ملفات مثل هيك xml تكبس عليه باليمين تعطيه فتح باستخدام المفكرة تمام طلعي رموز كتير هاي الرموز بيهمني منها هذا الرمز key material بين هون وهون كلمة السر اللي انت حطها لها هاي الشبكة اسم الشبكة بتلاقيه هون برا وكلمة السر الجوة طبعا انا كلمة السر بالنسبة لشبكتي غبشتها لانه شي طبيعي يعني انه ما هاقو تغير كلمة السر كل ما بدي اعمل شرح وهذا كان الفيديو تبعنا لليوم بكل بساطة وبكل وضوح بتمنى تشتركوا بالقناة للأسف لهلأ العدد المشتركين مع كتير كبير بس عن جد انا حاول تشتركوا بالقناة لحتى يصلكم كل شي مفيد والفيديوهات تبعنا اكيد ملاحظين انه دائما مميزة عن غيرنا وان شاء الله بشوفكم على خير اشتركوا في القناة